اهلا بكم الى موجز لاخر الانباء سقط ثلاثة قتل على الاقل واربعة جرحة في هجوم وقع في بلدة العاد قربة الابيب اثنان من الجرحة حالهما حرجة ولم تعلن اي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن العملية التي تأتي بعد اقتحام مئات المستوطنين المسجد الاقصى المبارك الخميس بالتزامن مع احتفال الكيان الصهيوني بما يسميه يوم الاستقلال هذا ودعت السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة الى الاستنفار وشد الرحال والرباط في الاقصى ردا على اعتداءات جيش الاحتلال من جانبها اكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها اي تدخل من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني في ادارة شؤون المسجد الاقصى كما اكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومات الاسلامية حماس اسماعيل هنية ان ما جرى في الاقصى يؤكد ان المعركة ليست مرهونة بحدث بل مفتوحة وممتدة زمانيا ومكانيا على ارض فلسطين في حين قالت حركة التحرير الوطنية الفلسطينية انها تشد على اياد المرابطين في باحات المسجد الاقصى وتصديهم لقطعان المستوطنين من جانبها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال ورفع جاهزية المقاومة ردا على الاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى هذا وانطلقت عصر الخميس جماهير غفيرة من الفلسطينيين في المدن الفلسطينية المحتلة في مسيرة العودة الخامسة والعشرين الى قرية ميعار المهجرة والتي دعت اليها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تحيي ذكرى النكبة واسماء القرى المهجرة والاعلام الفلسطينية كما رددوا الهتافات المطالبة بحق عودة الفلسطينيين الى قراهم التي هجروا منها عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين اكد الجيش الروسي ان قواته شرعت في وقف لاطلاق النار يمتد ثلاثة ايام مع فتح ممرات انسانية امنة لاجلاء المدنيين من مصنع ازوفستال بماريوبول لسماح للمدنيين بالمغادرة الى ذلك اكد الكريملين ان تزويد كييف بمعلومات استخباراتية من طرف واشنطن وبعض دول الناتو لن يثنيه عن المضي في تحقيق اهدافه قررت شركة غاز بروم الروسية استخدام المقطع البري من خط انابيب نورستريم اثنان لتوريد الغاز الطبيعي الى شمال غرب روسيا وفقا لمنشور للشركة في تطبيق تيلجرام واضفت الشركة الروسية انه اذا قررت المانيا تشغيل السيل الشمالي اثنان المؤلف من انبوبين فسيكون بامكان المانيا لاستفادته من انبوب واحد فيما الانبوب والثاني لن يشغل حتى العام الفين وثمانية وعشرين واقر وزير الاقتصاد والتجارة والصناع الياباني بصعوبة حضر النفط الروسي او التوجه نحو التقليل من خفض وارداتها حاليا المسؤول الياباني وخلال زيارته لواشنطن قال ان واردات النفط من روسيا شكلت اربعة في المئة من الواردات التقاوية خلال الفين وواحد وعشرين في حين بلغت واردات والغاز الطبيعي الروسي تسعة في المئة من اجمالي الواردات اليابانية اجرى الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو جدد له فيها تهانه بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لفرنسا وقد سمح الاتصال الهاتفي للرئيسين باستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في عديد المجالات الى اللقاء اشتركوا في القناة